استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أمس بمقر الوزارة رؤساء الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات للاستماع لانشغالاتهم ومقترحاتهم الاجتماعية والمهنية المطروحة نيابة عن مهنه القطاع والتي تخص شعبة الصيد البحري حسب ما أفاد به بيان للوزارة وتضمن هذا اللقاء أساسيات إيجاد ميكانيزمات لتمويل الصندوق الخاصة بمنحة الغلق البيولوجي بل إضافة إلى تشكيل فوج لمتابعة تنفيذ مخرجات اللقاء التنسيقية الذي تم بين وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزير النقل بتاريخ 11 جنوبي الماضي